ايام قليلة تفصلنا عن اعادة تطبيق عقوبات تجارية واقتصادية من قبل الادارة الامريكية على طهران ورغم انها لم تدخل حيزة تنفيذ بعد الا ان الاقتراب من هذا الموعد كان كفيلا باحداث انهيار متواصل للعملة الايرانية ما يدل على ان القادمة قد يكون اشد بكثير على الاقتصاد الايراني الكلية الى مستوى غير مسبوق هبط الريال الايراني امام الدولار الامريكي مسجلا مائة واثنى عشر الفا مقابل كل دولار امريكي واحد بعد ان كان قد سجل ثمانية وتسعين الفا امام الدولار السبت الماضي في الوقت الحالي تقوم الولايات المتحدة بحملة ضغط دبلوماسي ومالي لقطع الاموال التي يستخدمها النظام لاثراء نفسه ودعم الموت والدمار لدينا التزام بممارسة اقصى قدر من الضغط على قدرة النظام لجن الاموال وتحركها وسنقوم بذلك العملة المحلية الايرانية فقدت اكثر من نصف قيمتها هذا العام بسبب ضعف الاقتصاد والمشكلات المالية التي تواجهها مصارف محلية والطلب الكبير على الدولار بين الايرانيين الذين يخشون من تأثير العقوبات الامريكية الدفعة الاولى من تلك العقوبات المقرر بدء سريانها في السابع من اغسطس المقبل بدأت تلقي بظلالها بالفعل في ظل موجة عارمة من الغضب الشعبي احتجاجاً على الاوضاع الاقتصادية المتردية تعود العزمة الاقتصادية الساحقة هذه الى سرقات المؤسسات الكبيرة التي قام بها المرشد الاعلى للنظام علي خامني والحرس الثوري الايراني وغيره من المسؤولين الذين يهدرون ثروة الامة الايرانية على القمع البربري على المستوى المحلي والبرامج النووية والصاروخية غير الوطنية ومن جهة اخرى اذكاء نار الحرب والارهاب خارج الحدود الايرانية حسن روحاني الذي بدأ حملته الانتخابية الرئاسية قبل خمسة اعوام بوعود السيطرة على سعر الدولار عاد الى وعوده السابقة قبل اشهر في بداية هذه الازمة قائلا في مقابلة تلفزيونية ان سعر الدولار سينخفض لقطة يتدولها الايرانيون اليوم في شبكات التواصل الاجتماعية كنقطة مثيرة للضحك هذا الانهيار المتواصل للعملة الايرانية ادى الى تدهور حد في مستوى معيشة الشعب الايراني الذي وحده يدفع ثمن هدر نظام المال للاموال العامة لتمويل ميليشياته الطائفية في المنطقة حسين ابراهيم للاخبارية نيويورك